كيف يتخلص الإنسان من الشعور بالذنب تجاه أمر معين وهذا الأمر هدمت فيه حياتي؟ آه ممكن الإنسان يعمل مصيبة كبيرة يهدم حياته بس مدام حضرتك لسه عايشة يبقى اتهدم الماضي بتاع حياتك مش حياتك كلمة حياتي اتهنبت مش دقيقة الماضي السنين اللي فاتت يعني مثلا وحدة خانت جزها فطلقها مصيبة سودة ومشكلة كبيرة وذنب كبير لكن مدام لسه أنفاسك فيك يبقى إن شاء الله اللي جاي خير وقدر الله ما أشاء أفعل آه غلطكت كبيرة وخيانة فيها أذى للمخلوق ومعصية للخالق المخلوق خسرتي أنا طبعا بفترض استمش بكلم صاحبة السؤال بضرب مثال المخلوق خسرتي فكان جزاء الخيانة خسارة إنسان سوي أما الخالق فيسامح بالتوبة بل يبدل السيئات حسنات وتبديل السيئات حسنات نزل في أهل الكبائر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يبقى مدام لسه أنفاسك فيك يبقى الحمد لله هنتوب إلى الله وهنعتذر للشخص اللي ممكن نكون هدمنا الحياة معاه لو أصلا الموضوع كده زي واحد سرق من شغله فترفت بفضيحة خلاص خلص الموضوع مدام لسه عايشين يبقى ربنا كاتب لنا حسن الخاتمة إن شاء الله فنبدأ من جديد وقدر الله وما شاء فعل واللي جاي أحسن إن شاء الله